أهلا وسهلا بكم لأول درس من دورة جمالية لينوكس في هذا الدرس نتعرف على الإمكانية البدئية المتاحة من طرف توزيعة Ubuntu لتشخيص المظهر أولا نبدأ بتغيير الخلفية عن طريق الضغط في مكان فارق على سطح المكتب ونختار الضغط يمين ونختار غير خلفية سطح المكتب أماما هناك ثلاث طرق لتعامل مع الخلفيات إما أن نختار خلفية من الخلفيات المتاحة مع توزيعة كما نراحظ هنا هناك العديد من الخلفيات الخلفيات التي عليها علامات الساعة نراحظ هنا ملاحظة أنه تتغير طوال اليوم أي أنه في الليل تكون لها ألوان داكنة كما هو الحال هنا وفي النهار تكون لها ألوان ساطئة الإمكانية الثانية لتغيير الخلفيات هي البحث أو اختيار الخلفية من مجلد الصور كما نراحظ الصور الموجودة هنا هي الصور الموجودة في مجلد الصور الموجود في مجلد المنزل يعني يمكن اختيار أحدها من هنا أو يمكن اختيار صورة من مجلد آخر عن طريق الضغط على علامات الزائد واختيار هنا مكان الصورة الطريقة الثانية هي مثلا حين أكون بصدد تصفح ملفاتي على جهازي مثلا أتصفح صور لو أعجبتني صورة ما ورأت أن أضعها كخلفية فقط أضغط يمين عليها وأختار إذبت كخلفية سطح المكتب فتتغير لتصبح خلفية سطح المكتب أيضا بالنسبة لي تصفح الأنترنت لو كنت أتصفح موقع ما أعجبتني صورة ما يمكن أن أجعلها كخلفية عن طريق الضغط يمين عليها وأختار إجعلها خلفية سطح المكتب أضغط يمين فتتر لي هذه القائمة وأختار إجعلها خلفية سطح المكتب يمكن هنا أن أختار الموضع وأضغط إجعلها كخلفية سطح المكتب فتتغير الخلفية كما نراحب مثلا هنا طيب ماذا أيضا في الخلفيات كانت هذه الإمكانيات المتوافرة وعيد الخلفية التي اخترت أولا أو في مجرد الصور هنا مثلا بالنسبة الآن ننتقل للمشاغلات لتشخيص المشاغلات ندخلها لإدادة النظام الشيء المظهر راح أنه نفس الفئة التي كنا غيرنا بها الخلفية قبل قليل بالنسبة لمشاغلات يمكن أن نتحكم في حجم أيقوناتها افتراضي هو 48 يمكن أن أجعله أصغر أنا أفضل أن يكون الحجم أصغر على حسب حجم الشاشة التي أستخدم يمكن أيضا بالنسبة للمشاغلات أن نتحكم في سلوكها مثلا يمكن أن نفعل الاختفاء التلقائي هنا لدينا خيارين لمنطقة الإظهار إما الجانب الأيسر لأن هنا الجانب الأيسر كامل للشاشة يمكن أن أحرك الفأرة عليه فتظهر المشاغلات أو الرقم العلوي الأيسر مثلا هنا لا تظهر يجب أن أحرك الفأرة أعلى أنا أضعها كما كانت بدئيا بالنسبة للمشاغلات يمكن أيضا التحكم في مكانها يمكن أن أغير مشاغل فقط بجره من مكان إلى مكان كما أريد كما تلاحظون هنا يمكن التحكم في مكانها بسهولة يمكن حذف بعضها أو حذف ما نريد منها عن طريق الضغط يمين عليه واختيار فك التثبيت من الشريط ويمكن أن نجعلها دائمة في الشريط أن تبقى دائمة في الشريط عن طريق الضغط يمين عليها وأختار ثبيت في الشريط إمكانيات أخرى بدئية متاحة من توزيعات Ubuntu هي تغيير السمة بدئيا هناك خمس سمات أو لنقل ثلاثة سمات بدئية السمة البدئية هي سمة Ambience يمكن أيضا أن نختار سمة Radiance نوعا ما ناصعة السمة كما نرحظ هنا تغير لون النوافذ الأيقونات سمة AdWrite هي السمة التراثي لبيئة المكتب Gnome إذا نلاحظ أن هنا الأيقونات تغيرت الأيقونات المجلدات أيضا شكل النوافذ هنا MyContrast هذه فقط متعلقة بالألوان تركز على اللونين الأذير أو الأسود فقط إذن أنا أرجع أو أعيد السمة البدئية بالنسبة للسمات بدئية ليست هناك إمكانيات كثيرة في الدرس المقبل سنتعرف إن شاء الله على كيفية إضافة وتغيير سمات أخرى بدل السمات البدئية نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله إلى اللقاء شكرا